إذن هو فوز مهم رفع به الأهل رصيده إلى 61 نقطة من 27 مباراة لأول مرة هذا الموسم الأهل يتفوق على الزمالك في عدد النقاط بعد ما تسوي في عدد مرات اللعد تاني مرات لا كان الأول فيه فرق في عدد مطشات اللعد لا 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 من المرة اللي فاتت ساعة مخسرنا من بيراميد قبل مطش بيراميد دلوقتي البيراميدز الأول 63 نقطة لكن فارق على الأهل والزمالك أو على كل منهما بمباراتين يعني فيه ست نقاط معلقين كفارق محتمل بين بيراميدز وبين الأهل حاليا الأهل 61 بيراميدز 63 والزمالك 60 طب إيه اللي هيحصل الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي لأنه الدوري المصري خلاص بقى زي الكراسة الموسيقية المصيرة يوم الثلاث اللي جاي بيراميدز هيلعب مع المقاص وهيفضله يوم خمسة مايو مع المصري ثم تلاث مباريات تانيين دجلة والنجوم والحدود بيراميدز حسابه المقاص والمصري ودجلة والنجوم والحدود بالمناسبة مع الأهلي الفريق الوحيد المشترك بين الفرق اللي الأهل هيلعبها و بيراميدز هيلعبها النجوم الفريق الوحيد اللي هيواجه الاتنين الأهلي السبع مباريات اللي باقيين يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله باشواندس الأهلي مع طلاع الجيش وخمسة مايو الأهل مع النجوم وبعد كده في خمس مطشات ما تحددوش موعدهم سموحة والإسماعيلي وإنبي والمقاولين ولقاء القمة مع الزمالك دول الخمس مطشات للآله بالإضافة للمباراتين اللي تحددوا يوم الأربع اللي جاي الأهل والطلاع يوم خمسة مايو الأهل والنجوم طيب الزمالك لأنه مازال الصراع سلاسي مهما كان الكلام عن فرق النقاط الزمالك عند يوم الحد مباراة أفريقية صعبة مع النجم الساحلي النجم الساحلي التونسي ده مباراة الزهاب هنا في القاهرة ثم هيسافر له الزمالك لكن فيما بينهم هيلعب يوم الأربع مع الانتاج الحربي يعني الحد مع النجم الساحلي الأربع مع الانتاج الحربي في محاولات من الزمالك لتأجيل هذه المباراة وده هيفتح الباب وقتها لتكافر الفرص لأنه انتوا شفتوا الأهل طوال الفترة اللي فاتت اللي تقريبا دلوقتي دخل بين أكثر أندية العالم مشاركة في المباريات هذا الموسم تقريباً النهاردة لعب المباراة هو 51 أو 52 فبقى يمكن بين أكثر الفرق مشاركة في المباريات هذا الموسم على مستوى العالم طيب المعدل بتاعه كان كل 3 يام أو أقل لمباراة الضغوط الإعلامية اللي بتمرس دلوقتي هدفها أنه زي مالك ما يلعبش مع الانتاج فيما بين مبارتي النجم الساحلي ذهاباً وإياباً ده حيفتح الباب زي ما قلت لحضراتكم لتكافؤ الفرص وللكلام عن حقوق الفرق المتنفسة لكن السابت في الجدول حتى الآن أنا أستاذ بريم أنا كل الأرجوه احترام الجدول من هنا حتى نهاية المسابقة المسابقة ليه لأن الوقت الموقف بقى حارج والتفسيرات حتبقى مع كل موقف لكل الأطراف حيفسروها بدون الحسن النواية خلاص هو ده الوقت الشدة المنافسة والتوتر حتؤدي إلى أن كل واحد حيحسب هو تظلم في إيه ولم يحصل على فرص الفير بلاي إزاي إتحاد الكورة عليه أن يحترم الجدول إلا إذا رجع للقرارات اللي تعمل الأهل يتعامل لزمالك اللي تعمل في الآهل يتعامل في الزمالك يعني تفهم قصدي إيه؟ خلينا بقى مرة مصدرتنا واحدة طيب الانتاج الحربي مع الزمالك يوم الأربع وبعد كده يفضل للزمالك الإسماعيلي ودجلة والحدود والداخلية والجونة ولقاء القمة مع الأهل إذا كان النجوم هو الطرف الوحيد المشترك بالمباريات الأهلي مع مباريات بيرامدز الإسماعيلي هو الطرف الوحيد المشترك ياخي أنا أنا مش فاهم بالمباريات الأهلي ومباريات الزمالك الإسماعيلي ما لعبش المرارة الأولى ده من زمالك العد النهاردة بتاعت الدور الأول لعبها وللسه ما لعبش المرارة الثانية الزمالك كسب الإسماعيلي المرارة المؤجل لعبها قريب